الحكمة تبني الأوطان وتزيد عطاء الإنسان فنردد تاريخا يحكى وسيرة ربي أعطانا الحكمة تبني الأوطان وتزيد عطاء الإنسان فنردد تاريخا يحكى وسيرة ربي أعطانا فمحمد قد كان رسولا أعطاه الله واتبيانا نبحر بمواقف قد كانت مع صحبه آل والرضوانا مع صحابي قصة تبني بقيمها بنيانا نتعلم منهم ونعلم وبهم نرقاء على شانا وبهم نرقاء على شانا حكمة تبني الأوطان وتزيد عطاء الإنسان فنردد تاريخا يحكى وسيرة ربي أعطانا فثلاثة كتيان بدأوا في نهج الأل بإحسانا يرون مواقفهم حتى يهدون الدنيا ألوانا هكذا نكون قد أنهينا درسنا اليوم أذكركم لا تتأخروا غادا عن الاستفاف الصباحي فهناك تكريم مهم لأحد طلاب هذا الصف ترى من يكون؟ ترى من يكون؟ ما شاء الله؟ ما شاء الله؟ أخذنا أيها الأستاذ حكيم مهند؟ مهند؟ هل ستأتي معنا؟ بالمناسبة مبارك سلفا إلى لقائي يا شباب نراكم غدا أذكركم لا تتأخروا غدا عن الاستفاف الصباحي فهناك تكريم مهم لأحد طلاب هذا الصف أسعد الله صباحكم بكل خير استارح استعد بسم الله سنعلن الآن عن تكريم طالب استحق هذه المرتبة وذلك لما بذر من جهد استثنائي في دراسته وفي النشاطات الطلابية أتشرف بدعوة الطالب رامي أسعد هذا الكلام ينطبق على الأسماء الممنوعة من الصرف فقط من يعطيني مثالا عن الأسماء الممنوعة من الصرف؟ مهند؟ 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 مهند، 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 هل تسمعوني؟ أهلاً، أهلاً بالشباب أهلاً أستاذ أهلاً أستاذنا حكيم مهند، أخبرني، ما بك؟ لا شيء معلمي تبدو شارد الذهن بصراحة تعرضت لصدمة هذا الصباح تقصد من أجل الجائزة؟ نعم، نعم، كيف عرفت يا معلمي؟ اسمعني جيداً يا مهند، كلنا يعرف أنك من أفضل طلابنا، الجميع يشهد بنشاطك والتزامك وذكائك، لكن الجوائز والتكريمات لا تكون دائماً لأمثالك كيف ذلك يا أستاذ؟ أحياناً يكون لها غايات أخرى، كنا نريد تشجيع الآخرين على العمل الجاد، بالتأكيد كنت تستحق التكريم، لكنك في السابق حصلت على أكبر من هذا، مهند، كن دائماً على ثقة بنفسك نبيل، نبيل، هل رأيت أدائي في مباراة الأمس؟ لا كيف لم تر؟ كان أداءاً مذهلاً بالفعل، نستطيع القول أني كنت ملك الساحة، الكل كان يشهد بذلك، أليس مهند هناك؟ مهند، مهند السلام عليكم يا أبطال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلاً بالعم، أهلاً بالجهاز العجيب هل صرت عمّاً الآن؟ عمري أصغر من عمرك بكثير، أسعد الله أيامكم هل نبدأ مغامرتنا فوراً؟ نعم هيا بنا تبدأ أحداث قصتنا اليوم في مكة المكرمة بعد أن فتحها الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة، ثم عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن أهلها، ودخل جلهم في دين الإسلام بعد ذلك، توجه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه إلى الطائف وهناك خاض المسلمون معركة حنين، وانتصروا فيها انتصاراً كبيراً، وغنموا غنيمة عظيمة فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين كبار قريش، ممن أسلموا قبل قسم الغنيمة بأيام قليلة فقط وإنما أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم تأليفاً لقلوبهم، إذ كانت حديثة عهد بالإسلام بعد توزيع الغنائم، استغرب بعض الصحابة من الأنصار من سياسة النبي في التوزيع فقد أعطى حديثي العهد بالإسلام مالاً وفيراً ولم يعطي الأنصار منه شيئاً اجتمع بعض الأنصار فيما بينهم، وأخذوا يتحدثون في أمر توزيع الغنائم وقال بعضهم، هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد عاد إلى أهله فهو يكرمهم ويعطيهم ولا يعطينا علم سعد بن عبادة رضي الله عنه زعيم الأنصار بأمر قومه فذهب إلى النبي وأخبره بما عتب عليه الأنصار ثم سأله النبي إن كان موافقاً لرأي قومه فأجاب بأنه فرد من الأنصار ويقول بما يقولون ابتسم النبي الجليل وتدارك الأمر بحكمته وشجاعته وطلب من سعد بن عبادة أن يجمع الأنصار ليحدثهم النبي فاجتمع الأنصار كلهم أمام الرسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف النبي الجليل أمامهم وخطب فيهم خطبة سجلها التاريخ لما فيها من التواضع والحكمة وحسن السياسة خطب فيهم النبي بعد أن علم أنهم قد عتبوا عليه توزيعه الغنائم على الناس ومنعها عنهم وقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي؟ ويقصد أنهم كانوا في ضلالة الشرك فلما أتاهم النبي هداهم الله للإيمان ثم أكمل وكنتم متفرقين فألفكم الله بي أي أنهم كانوا في حرب وخصام فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم أمة واحدة متحبة ثم أكمل النبي وكنتم عالة فأغناكم الله بي أي ألم تكونوا في فقر وحاجة فجمعتكم ونظمت أموركم حتى أغناكم الله من فضله هزت هذه الكلمات قلوب الأنصار وأدمعت أعينهم فاستمر النبي في خطابه قائلاً لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا أي أتيتنا مكذباً فصدقناك ومخذولاً فنصرناك وطريداً فآويناك وعائلاً فواسيناك مع أننا لسنا قبيلتك وأهلك لكن الأنصار كانوا يرفضون أن يمنوا على النبي بما فعلوا وكانوا يرددون إنما الفضل لله ولرسوله إنما الفضل لله ولرسوله ثم قال لهم النبي أترضون أن يذهب الناس بالشات والبعير وتذهبون بالنبي إلى رحالكم أي إلى بيوتكم ومنازلكم أراد النبي العظيم أن يبين لهم فضلهم ومكانتهم عنده وأنه لم يحرمهم من الغنيمة والأموال لقلة شأنهم وإنما لثقته برسوخ إيمانهم ثم قال لهم لولا الهجرة لكنتم رئاً من الأنصار اللهم ارحمي الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار وبعد أن سمع الأنصار هذا الكلام العظيم بكوا بكاء شديداً رضي الله عنهم وأرضاهم وصاروا يرددون رضينا برسول الله رضينا برسول الله الحمد لله على السلامة رضي الله عنهم وأرضاهم كانت قصة مؤثرة حقاً عيناك تدمعاني يا مهنات لا بأس لا عليك ماذا تفعل يا سليم؟ هيا يا نبيل هيا قف وصورنا ما هذا؟ ماذا تريد أن تفعل؟ اقتطعت ورقة من دفتري وحولتها لشهادة تكريم لصديق مهند المتميز هيا هيا صورنا لله رجال أبطال سخرهم في نصر الدين ما وهنوا في يوم الشدة ما فترو حتى التنكين أنصار الهادي يا صحبي أقمار هدى فيض يقين بعد الفتح جيوش الإسلام سرت في عز لحنين قائدهم أحمد سيدنا والله لهم خير معين هزموا الكفار بقدرته فالله قوي ومتين وعلى الإسلام على الشرك جيوش العزة ليست لي الله رجال أبطال سخرهم في نصر الدين ما وهنوا في يوم الشدة ما فترو حتى التنكين أنصار الهادي يا صحبي أقمار هدى فيض يقين قسم المختار غنائمهم أعطى كل فريق قدرا لم ينل الأنصار وفيرا لكن نالوا منها خيرا بعثوا للمختار هماما أنبأه أخبره السرا قال لهم أفديه بروحي مبتهجا متقدا بشرا هل ترضون إذا من ناس نمال أو درع قد غنموا ورسول الله لكم خل وإليكم يأوي فابتسموا فرح الأنصار بقسمتهم غنموا خيرا مما راموا فرح الأنصار بقسمتهم غنموا خيرا مما راموا الحكمة تبني الأوطان وتزيد عطاء الإنسان فنردد تاريخا يحكى وسيرة ربي أعطانا الحكمة تبني الأوطان وتزيد عطاء الإنسان فنردد تاريخا يحكى والسيرة ربي أعطانا فمحمد قد كان رسولا أعطاه الله واتبيانا نبحر بمواقف قد كانت مع صحبه آل والرضوانا مع صحبه آل والرضوانا في كل صحابي قصة تبني بقيمها بنيانا نتعلم منهم ونعلم وبهم نرقاء على شانا عيش نفسك في الأوثان وتزيد أعطاء الإنسان فنردد تاريخا يحكى فسيرة ربي أعطانا فثلاثة فتيان بدأوا بنهج الأل بإحسانا يرون مواقفهم حتى يهدون الدنيا ألوانا يهدون الدنيا ألوانا ترجمة نانسي قنقر شكرا